شهد أريد أسألك عن البدايات دائماً كيف كانت البدايات؟ طبعاً كل بداية صعبة وأني كانت بدايتي جداً صعبة لأنه كنت مريضة من جئت للدنيا كنت مريضة وفي حالة إعاقة بسبب حادث أصاب والدي لكن الحمد لله وشكر بعد ما تعبويا يا أهلي قدرت أوصل هذه المرحلة وقدرت أدخطها جميع الصعاب يعني أنا ممكن طفلة أنام سنة ونص كامل أنام بالمستشفى بسبب وضع الصحي لكن الحمد لله وشكر بعد تعب أهلي وتوفيق من رب العالمين قدرت أجتاز هذا الشي وسجلت مدرسة لكن عانيت بصراحة بصعوبات كل شيء قوية لأن تعرفون المجتمع العراقي يرفض خصوصاً سابقاً يرفض الأشخاص من ذوي العاقة وعانيت بالمدارس بتسجيلي لأنه ماكو اندماج للأشخاص من ذوي العاقة لكن هسا الحمد لله وشكر الوضع اختلف قدرت ولهذا أنا كان عندي حب للدفاع عن حقوق ذوي العاقة أنا حالياً في مدافعة ومتحدية في تجمع المواقعين في العراق عن حقوق الأشخاص من ذوي العاقة وسفيرة العاقة لأن هذا المجال كل شيء يعني لي وأحبه لأن أحب أدافع عن أشخاص من ذوي العاقة ما أريدهم خصوصاً النساء ما أريدهم يمرون بالمصاعب والمتاعب اللي مريت بيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر